تدين مملكة البحرين بقوة الحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ورح ضحيته خمسة أشخاص جراء عمل إجرامي جبان من قبل إرهابيين خارجين على جميع النظم والقوانين وتشدد المملكة على أن هذا العمل الدني يتنافى مع كل القيم الإنسانية ويتعارض مع القوانين والشرائع السماوية التي تكفل جميعها حفظا نفسي وسلامة الأرواح وتؤكد المملكة موقفها الثابت والدعم لشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية والوقوف بجانبها في كافة ما تتخذه من إجراءات رادعة للخارجين على القانون وكفيلة بحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار بكافة ربوع المملكة مجددة تأكيدها على إدانة العمليات الإرهابية بكافة أشكالها وصورها ومهما كانت دوافعها ونبذها لجميع أعمال العنف والفوضى وضرورة العمل والتكاتف لمواجهة هذه العمليات الوحشية غير الإنسانية والقضاء عليها والتخلص منها بكل قوة وحزم وتتقدم مملكة البحرين بأحر التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا الذين سقطوا ضحية لهذا الحادث الإجرامي الجبان وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين